في جبهة لبنان أفدت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي أطلق صباح اليوم من مواقعه المحاذية لبلدة عيت الشعب رشقات نارية من أسلحة ثقيلة باتجاه الأودية المجاورة والمتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدة طربخة اللبنانية وأفدت الوكالة بأن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدة كافركيلة وأطلق القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف مجرى نهر الليطاني واستمرت طائرات الاستطلاع بالتحريق فوق قرى قضاء صور والشريط البحري حتى صباح اليوم المزيد عن هذا التصعيد مع دارين الحلوي المتواجدة في مرجعيون في جنوب لبنان تفضل دارين فضيلة سنبدأ من آخر التطورات وتحديدا في القطاع الغربي حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ست غارات على أطراف بلدة اللبونة يأدي هذا الاستهداف بعد إطلاق صواريخ بركان من قبل الجانب اللبناني باتجاه موقع رأس الناقورة الإسرائيلي طبعا لا يمكن الحديث عن تبنن لهذه الصبريخ بانتظار البيانات التي تصدر عادة عن حزب الله ولكن في القطاع الغربي يمكن أن يكون هناك وجود لفصائل أخرى لا يمكن الحسن بهذا الموضوع بانتظار البيانات الرسمية أيضا القصف المدفع الإسرائيلي فضيلة بدأ يشهد تطورا وعنفا أكبر مع تقدم الساعات وهو يطال أطراف بلدات جنوبية عدة في القطاعين الأوسط والغربي من بينها حولة ارميش عيت الشعب وبالطبع بلدات أخرى بالإضافة إلى غارة نفذها الطيران الحربي على بلدة حيبيب على أحد المنازل وهذا تماما ما كنا نتحدث عنه في رسائل سابقة إدراج استهداف المنازل في العمليات العسكرية ما عاد خرقا بل جزءا من هذا الروتين التصعيد اليومي بين حزب الله وإسرائيل لكن طبعا ليس هناك من سقوط أو تسجيل سقوط أي إصابات على عكس ما حصل في كفر كلا كما تحدثت عندما نفذت غارات على أحد المنازل فسوته أرضا وطبعا أدى هذا الأمر إلى سقوط أحد عناصر حزب الله بحسب البيان الصادر عن الحزب وأيضا في القطاع الشرقي رصد قبل قليل غارة نفذت على مزرعة أسلامية وهي تقع في أطراف كفرشوبة في القطاع الشرقي إذن هذه التطورات فضيلة تأتي قبل ساعات من وصول مرتقب لوزيرة الخارجية الفرنسية إلى لبنان في محاولة من الجانب الفرنسي للاعب دور الوسيط بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي أو اتفاق تهدئة أو هدنة بين الجانبين لتبريد هذه الجبهة ماذا عن ردود الفعل السياسية المتعلقة بهذا التصعيد الإسرائيلي بالتحديد على ما جرى في كفركلة؟ ما عاد تصعيدا فضيلة كما ذكرت على اعتبار أن استهداف المنازل بدأ يشهد وطيرة متصاعدة ومرتفعة وبات جزءا من قواعد الاشتباك استهداف منزل في الأراضي اللبنانية يرد عليه حزب الله باستهداف منازل في المستوطنات الإسرائيلية لم نشهد استنكارات في هذا السياق لأن عملية استهداف المنازل بدأت منذ نحو عشرة أيام وبالتدريج حتى وصلنا إلى استهداف شبه يومي لمنازل في القرى اللبنانية طبعا هذا الأمر مخاطره بأنها ربما لا شك أنها سترفع أعداد الإصابات وضحايا من المدنيين على اعتبار أن هامش الخطأ ممكن واستهداف المنازل يعني قبل يومين كان هناك استهداف لمنزل في الطيبة لو أن القذيفة التي أصابت المختار الذي قضى بهذه القذيفة انفجرت لكننا أمام مجزرة على اعتبار أن كان هناك تسعة أشخاص أو ثمانية أشخاص يتواجدون على الشرفة إلى جانب المختار الذي قضى بهذه القذيفة لذلك هناك مخاطر كبرى من هذا التطور شكرا جزيلا لك دارين الحلوي مراسلة سكاينيوز عربية في مرجعيون جنوب لبنان